مرحبا وضحياتي لجميع الوجود المؤمن الوجود المسيحي والسقراطي الجديد والكاتب المسرحي الناجح الذي قدم مسرح درامي بمضامين فكرية وفلسفية عميقة جدا ايضا هو الموسيقى البارع سواء كعازف او حتى كملحن وافكار جابريال مارسيل الفلسوف الفرنسي الكبير في الواقع كانت وليدة تجارب حياتية معاشة كانت وليدة احساس ادبي وفني عميق وصادق عند مارسيل ولذلك حلفه للنجاح الكبير ان اردتم كأديب تحديدا في معظم اعماله ومسرحياته هذه المسرحيات النابضة لنقل بالشعور الحي بالكلمات العابقة بالمعنى بلا تكلف او تزلف وهذا هو السر في انك مثلا عندما تقرأ اعمال مارسيل خاصة المسرحية والروائية طيب قد لا تبدو لك فلسفية من الوهلة الاولى لان مارسيل لا يقدم لك الفكرة جاهزة طبعا الفكرة التي يعالجها العمل لا لا يقدمها جاهزة بل واقعا يدعى للقارئ او للمشاهد مثلا مهم التتبع المعاني العميقة التي يعالجها العمل سواء كان رواية او مسرحية وهذا المعنى العميق طبعا يصبه مارسيل من خلال او يصبه في قالب يوحد من خلاله ما بين الشخصية والموضوع او الفكرة لان الشخصية هي الفكرة عند مارسيل او ان الفكرة منغمسة في الشخصية ولا توجد في افق فكري مجرد مفارق للهم الانساني والحياتي والوجودي طيب في الواقع فلسفة جابرييل مارسيل او جابي بدون انها شاكية فلسفة صعبة ومعقدة يعني لا يمكن للقارئ مثلا اكتشاف حقيقة وعمق افكار مارسيل من مجرد قراءة واحدة او من مجرد قراءة عادية لاعماله سواء كانت اعمال فلسفية او ادبية وطبعا مارسيل هو فيلسوف وجودي وجودي ينتمي الى التيار الايماني في داخل الفلسفة الوجودية وكما اقول دائما فايمان فلاسفة الوجودية متميز عن الايمان الرسمي او الايمان الكنسي ايضا مارسيل فيلسوف وجودي بنزعة تفاؤلية على الرغم من مسحة العبث او العدم الموجودة في الفلسفة الوجودية بشكل عام وعلى الرغم ايضا من سودوية العصر الذي وجد وعاش في داخله ولذلك سنجد بان مارسيل ركز على عدة عنوين اساسية في فلسفته كقضية الوجود الانساني في العالم طبعا قضية الايمان مفهوم الايمان قضية الحرية الانسانية مسألة وجود الشر في العالم مسألة العلاقة بين الذات والاخر الى غيرها ايضا لنقول بان فلسفة جابي مارسيل في جوهرها قائمة على التأمل والعمل معا ابدا ترتكز على التأمل والعمل التأمل الذي يأخذ طبعا طابع فكري وصيكولوجي عند مارسيل ويتميز هذا التأمل المارسيلي يعني بين قوسين بالعمق بالخصوبة فمن خلال هذا النوع من التأمل كما يعتقد مارسيل نستطيع ان نكتشف ما في انفسنا نستطيع ان نقف على محتوى تجاربنا مشاهداتنا تخيلاتنا وهذا واقع ما طبقه مارسيل على بعض من القضايا الفلسفية الاساسية التي عمل عليها كمثل العلاقة كمثل قضية العلاقة بين الجسم والنفس كمثل قضية معنى الحياة وصلة الانسان بحياته ووجوده ايضا من المهم ان نذكر قبل ان نعرض لجوالب من فلسفته انه كان لدى مارسيل منهج او معيار للحكم على اي فلسفة من حيث انها فلسفة حية مفيدة ذات قيمة سواء للفرد او للمجتمع وطبعا لهذا المعيار عند مارسيل يعني عدة عدة نقاط او ان هذا المعيار عند مارسيل يتكون من عدة نقاط او شروط فمثلا يرى جابي مارسيل انه يجب على اي فلسفة لكي تكون فلسفة حية مفيدة ذات قيمة طيب يجب ان تقدم جديد في مجال الفكر او على الاقل ان تعيد فكر قديم لكن بصياغة جديدة او ان تقدم منهج جديد يضاف طبعا الى المناهج الفلسفية المعروفة والموجودة ايضا يجب ان يكون لهذه الفلسفة شكل خاص بها شكل محدد خاص بها يجب ان يكون لديها سمات وملامح خاصة مميزة ومتميزة ايضا يجب ان تصاغ هذه الفلسفة لكي تكون فلسفة حية ومفيدة يجب ان تصاغ في نهاية الامر على شكل مفاهيم تماما كما تصاغ النظريات العلمية على شكل قوانين رياضية وابتال يدعو مرسيل يعني نردتم كما دعا هيجل من قبل يدعو الى تحويل الفكر الفلسفي الى مفاهيم ايضا يجب على هذه الفلسفة ان تقدم تصورات جديدة فيما خاصة القضايا الفلسفية الاساسية واهم شيء اهم شيء ان تكون لدى هذه الفلسفة امكانية لكي تمارس فعليا وعمليا على ارض الواقع بمعنى ان تجمع في داخلها كما يقال النظرية الى التطبيق يعني كما هو على سبيل المثال حال الفلسفة الوجودية كما يرى مرسيل طبعا سنعود لاحقا ربما في هذه الحلقة او في حلقات اخرى لعرض نماذج من فلسفة مرسيل لكن الان وكما جرت العادة دعونا نتعرف عن قرب اكثر على حياة وشخصية مرسيل وعلى اهم اعماله فجابرييل مرسيل في الاسخوف وجودي فرنسي من موليد سنة 1889 وهو الابن الوحيد لعائلة باريسية ثرية فقد والدته وهو في سن الرابع من عمره وواقعا هذا الحدث سيترك اثر على حياة مرسيل سواء الشخصية او الفكرية وبعد موت والدته تعهدته خالته بالتربية وبعد ان تزوجت هذه الخالة طبعا انتقل الى بيت والده واحاطه هذا الوالد بعناية شديدة واحيانا مفرطة في شدتها لكن تشرب من هذا الوالد حب المسرح فوالد مرسيل كان مولعا بالاعمال المسرحية كان دائما يذهب الى المسرح ويصطحب معه مرسيل كان لديه مجموعة كبيرة جدا من الاعمال المسرحية وكان يقرأ منها لمرسيل وبالتالي تأثر بالمسرح احب المسرح ويعني بقي هذا الاثر لديه وطبعا اثر على خياله وعلى مشاعره وطبعا على ادبه وفكره لاحقا طيب فيما خصى المدرسة فمرسيل كان متفوقا في المدرسة وبفارق كبير على كل زملائه مع انه كما يخبرنا في يومياته يعني لم يكن يحب المدرسة كثيرا طبعا عندما غدا شابا بقي مولعا بالادب وبالمسرح وبالفلسفة وطبعا قرأ خلال هذه الفترة اغلب الاعمال المهمة في المجالين الى ان دخل الى الجامعة الى السوربون تحديدا ودرس الفلسفة والادب ولنقول بان لقائه بالفيلسوف الكبير بيركسون هو من مثل لحظة حاسمة في حياته الفكرية وطبعا لازمه لبيركسون لفترة ليست بالقصيرة وطبعا تأثر بفلسفته وبفكره طيب بعد مرحلة الجامعة عمل كأستاذ جامعي وطبعا بدأ في هذه المرحلة برحلة الكتابة وهكذا الى ان نشر في عام 1911 اولى مسرحياته وكانت بعنوان النعمة مسرحيات النعمة ولنقول بان مارسيل دشن من خلال هذه المسرحية ما سيعرف في فرنسا بمسرح المعنى مسرح المعنى اي المسرح الذي يرتكز على العمق الفكري للعمل المسرحي يعني يركز على البعد الفلسفي في العمل المسرحي اكثر من تركيزه على الاداء او التمثيل او التحليلات الاجتماعية والنفسية الى اخره وبقي يكتب وينشر الى ان اندلعت الحرب العالمية الاولى وكغيره من الشبان طبعا انخرط مارسيل فيها لكن بشكل مدني طبعا بسبب ظروف صحية كانت لديه فعمل في هيئة الاسعاف او في الصليب الاحمر ونراتهم تحديدا كلف مارسيل بالاشراف على هيئة هيئة كانت تعنى بالمفقودين في الحرب فبالتالي وجد نفسه بين فريقين يعني من الصعب التعامل معهما فمن جهة هناك الاهل المتلهفين او المتلهفون لمعرفة مصير ابنائهم اقاربهم احبائهم وعلى الجانب الاخر كان هناك اشخاص في عداد المفقودين او الموتة وطبعا كان على مارسيل ان يبذل جهد كبير جدا في مسألة البحث والاستقصاء للوصول الى اي معلومة قد تطمئن الاهل او تلك النفوس القلقة واصعب شيء واجهه مارسيل في هذه المهمة او في في هذه المسؤولية كانت مسألة ابلاغ الاقارب بموت احبائهم فهذه المهمة لنقل ايضا تركت اثر كبير على نفس وفكر مارسيل ففي الواقع وكما يخبرنا في يومياته كان خلال هذه الفترة يتساءل عن عبثية الحرب عن الضعف البشري عن هزالة الانسان وتحديدا كان بال مارسيل منشغل اكثر شيء بلغز الحياة والموت فما الذي يفصل بين الاحياء والاموات كيف يكون الانسان حي وبعده يصبح ميت ما الذي يسبب الموت لماذا نموت كيف نموت هل هناك شيء منا سيبقى بعد الموت ام لا هل هناك وسيط ما هل هناك روح نفس ام لا نحن مجرد هذه الاجساد التي لا تلبث ان تصبح عفنة ومرتع لحشرات الارض وغذاء لحشرات الارض وقوارد الارض لا لا يمكن طبعا لا يمكن كما فسر مارسيل او كما تحدث مارسيل بينه وبين نفسه لا يمكن ان تكون هذه الاشلاء المكدسة فوق بعضها البعض بطريقها مهينة لا يمكن ان تكون هي جوهر الانسان ماهية الانسان لا لابد ان هناك سر ما وراء الجسد سر ما يفسر لنا علاقة الانسان بجسده وهكذا استرعت في داخل الرأس طبعا كل هذه الاسئلة وبالتالي تركت هذه المهمة وهذه الفترة وفترة الحرب بشكل عام اثر كبير في حياة وفكر مارسيل طبعا انتهت الحرب وعاد مارسيل الى تدريس الفلسفة في الجامعة وطبعا بدأ ينشر المزيد من الاعمال كمثل محطم الاصنام النظر الجديدة موت الغد ترفيه بعد الموت وهكذا الى ان نشر مسرحية رجل الله واحدة من اهم وابرز اعمال مارسيل على الاطلاق هذه المسرحية التي نشرها في عام 1925 وانا اردتم كتلخيص سريع جدا فهي تدور حول سؤالين اساسيين اولا هل نحن حقا ما نعتقد اننا اياه وثانيا هل باستطاعتنا ان نعرف حقيقة ما نحن عليه وطبعا يعطي مارسيل يعني كما فلاسفة الوجودية الاخرين يعطي حيز كبير للحياة للتجربة للخبرة المعاشة للحس للشعور طبعا كي يتحرر هذا الانسان او كي تتحرر الذات الانسانية من سجن العقل ومن سجن المقاربات العقلانية البحثة والتي في مكان ما كما يفكر مارسيل يعني تبعدنا عن واقع التجربة الحياتية تبعدنا عن الحقيقة الذاتية طيب بعد بضعة سنوات نشر مارسيل كتاب يوميات ميتا فيزيقية وهي يوميات تسجل تطور مارسيل الفكري ومنها اقتباست يعني كل هذه الافكار عن مارسيل فسجل فسجل في هذه اليوميات تطوره الفكري والروحي من خلال شذرات وخواطر مرسلة وكأنه يتحدث إلى نفسه او كأنه يناجي عزيز ما على قلبه في الواقع كتاب اليوميات كتاب رائع بكل ما للكلمة من معنى كتاب عميق جدا وكما قلت نستطيع ان نرصد من خلاله تطور مارسيل على المستوى الفكري ايضا يطلعنا من خلاله مارسيل على كل فكرة تقريبا اتت في ذهنه في يوم من الايام يعني مثلا في مرحلة حياتية معينة سنرى مارسيل سيشن هجوم عنيف لاذع على موجة الالحاد المنتشرة التي كانت منتشرة طبعا في تلك الفترة من الزمن ايضا في مرحلة لاحقة سيشن هجوم عنيف على العقل نية العلمية والرياضية وعلى الاتجاهات المادية طبعا التي حولت الانسان كما يرى الى مجرد كائن كائن دون معنى وحولت الطبيعة الانسانية الى مجرد طبيعة مادية خالية من اي عمق روحي او معنوي ايضا مثلا في فترة لاحقة سيسهب في الحديث عن التكنولوجيا الحديثة وهي من سمات العصر او هي سمة سمة اساسية للعصر الذي عاش فيه مارسيل فيخبرنا كيف ان التكنولوجيا والتقنية الحديثة طيب اصبحت تمتلك الانسان تملكت من الانسان بدل ان يتملك هو ايضا نستطيع ان نرى من خلال هذه اليوميات يعني تقلب مارسيل ما بين الشك واليقين وفي الواقع لم يستطع مارسيل ان يحسم موقفه بشكل نهائي فيما خص الايمان بالدين الا في مراحل متقدمة فتبنى الايمان وتحول الى الكاثوليكية وقام بمراسم التعميد الكنسية الى اخر وهكذا الى ان اتت الحرب العالمية الثانية وفي الواقع ايضا وبحسب اليوميات لم يكن مارسيل متفاجئا باندلاع الحرب الكونية لبل سنجد انه حتى في تاريخ يعود الى ما قبل الحرب توقع مارسيل قيام هذه الحرب العالمية الثانية بعدها طبعا دخلت القوات الالمانية الى باريس واحتلت باريس وهنا سنرى بان مارسيل دخل في فترة صمت مطبق الى ان انتهت الاحتلال وانتهت الحرب فعاد ونشر مجموعة من المقالات يعني عارض خلالها وبشدة اي مصالحة مع المحتل وهكذا وهكذا يمضي مارسيل في رحلة الكتابة والتأليف والنشر فنشر العديد من الاعمال سواء المسرحية او الفلسفية يعني كمثل كتاب سر الكينونة عدو التقاليد النفس ضد الانساني عفوا الناس ضد الانساني انهيار الحكمة وطبعا غيرها من اعمال وايضا من المهم ان نذكر بانه الف العديد من القطع الموسيقية وحتى انه لحن العديد من القصائد العائدة لكبار شعراء اوروبا وهكذا الى ان طبعا توفي في نهاية الامر في باريس عن عمر 83 سنة وذلك تحديدا في عام 1973 وطبعا سيكون لنا وقفة ثانية مع فلسفة مارسيل وشكرا وإلى اللقاء